وعن آخر تطورات الميدانية يلتحق بنا من تعز مراسل الإخبارية محمد الحذيفي محمد أهلا بك معنا في هذه النشرة إذن كيف تسير العمليات العسكرية في محافظة تعز وأيضا في لحجة حتى الآن وما هي أبرز مكاسب قوات الشرعية نعم إيمان الجيش الوطني يتقدم في جبهتين أو في محافظتين هي غرب محافظة تعز وكذلك شمال محافظة لاحق في الاتجاه نحو مدينة محافظة تعز غرب مدينة تعز الجيش الوطني سيطر على العديد من المواقع الحاكمة والجبال السراتيجية في جبهة مقبنة قطع خطوط خط إمداد الميليشيات القادم من منطقة هجدا والذي يغذي الميليشيات الانقلابية غرب جبهة الكادحة الواقعة ما بين مديرية التابعة لمديرية المعافظ والواقع على حدود أو على أطراف الشرقية لمديرية الوازعية هناك المعارك لا تزال أثناء النهار متقطعة لكن أثناء الليل تشتد المعارك حيث تحاول الميليشيات الانقلابية استعادة بعض المواقع التي خسرتها الجيش الوطني سيطر خلال الساعات الماضية على ثلاثة جبال مهمة وكذلك على قريتين والعديد من المناطق وصل إلى جبهة مقبنة وصل إلى منطقة القعشة هذه المنطقة منطقة متحكمة بالعديد من المناطق يمر عليها العديد من خطوط الامداد والميليشيات بموجب أن تم تمكنت القوات الشرقية من السيطرة على هذه المنطقة تم قطع خطوط الامداد في العديد من المناطق فأضطرت الميليشيات الانقلابية إلى الفرار في الجبهة الأخرى وهي جبهة القبيطة وصلت القوات الشرقية إلى القرم من الخط الرئيسي الرابط ما بين مدينة الراهدة وكذلك في مدينة تعز وكذلك الرابط ما بين محافظة لاحق عدن المعارك تدور حول ما قبل جالوس الاستراتيجي الميليشيات الانقلابية تستميت في الدفاع عن هذا الجالوس القبل لإدراكها بأمية الاستراتيجية ولذلك الجيش الوطني سيطر على أجزاء واسعة من هذا الجبال ويتقدم نحو مدينة الراهدة نعم محمد أيضا كان هناك سلسلات من الجبال تم سيطر عليها بالتحديد في صعدة جبال الأزهور الاستراتيجية أيضا في الحديدة ما هي أهم المكاسب هناك الجبال الأزهور الاستراتيجية هي قد سيطرت كانت قوات الجيش اليمني سيطرت عليه خلال الأيام الماضية سيطرت على أجزاء واسعة من هذه السلسلة هي سلسلات جبال متعددة كانت هناك عائق أو أحيد أمامهم هو قمة جبل المقران تمكنت قوات الشرعية خلال دعم ومساندة قوات التحالف وكذلك الأباتشي التابعة لقيادة تحالف دعم الشرعية من تمشيط هذه القمة تمكنت قوات الشرعية من السيطرة على قمة جبل المقران فسهولة العملية العسكرية لوحدات الجيش للسيطرة أو استكمال السيطرة بشكل كامل على سلسلة جبال الأزهور أصبحت العملية سهلة الآن لتقدم قوات الشرعية نحو مركز مديرية رازح الذي لا يبعد عن هذه الجبال سواء مسافات قليلة في محافظة الحديدة القوات الشرعية قوات الجيش الوطني ملتزمة بالهدنة التي أعلنتها تحالف دعم الشرعية وباركتها الأمم المتحدة إلا أن المليشيات الانقلابية لم تنتزم بهذه الهدنة تشون هجمات متعددة خلال يوم أمس وصباح اليوم شنت العديد من الهاجمات شرق وشمال مديرية حيوس باتقاه الخط الرابط ما بين حيوس القراحي خط العدين القهرة شنت العديد من الهاجمات تكبدت العديد من الخسائر تمكنت قوات الجيش الوطني من أفشال هذه الهاجمات نحو مدرسة أمغائر وكذلك مناطق متعددة في شرق الحديدة شارع التسعين شارع الخمسين الواقع تحت سيطرة قوات الشرعية فشلت الموليشيات الإنقلابية باستعادة حتى ولو موقع واحد فتلقى إلى تكثيف القصف المدفعي هناك قصف مدفعي مكثف على حي المنظر وعلى الأحياء الشرقية أضطرت السكان إلى النزوح لإجبار من مساكنهم نعم طيب محمد بعيداً عن الأوضاع الميدانية دعنا ننتقل إلى الجانب الإنساني كما تعلم بأن مركز الملك سلمان يقوم بالعمل على مشروع طريق سنحور في محافظة شبوة ما مدى أهمية هذا المشروع خصوصاً وأنه سيربط ما بين سبعة مديريات يمنية طبعاً مشاريع كما هو معلوم للجميع داخل اليمن وكذلك خارجها أن أكثر مشاريع التنمية الإنسانية داخل اليمن مشاريع الإغاثة يمولها ويدعمها مركز الملك سلمان حتى بما في ذلك المشاريع الإنسانية المتمثلة بنزع الألغام هذا الطريق الاستراتيجي الحيوي الهام يعتبر شرياء الرئيسي الذي يقوم بتنفيذه مركز الملك سلمان وهو طريق رئيسي يربط العديد من المديريات بين مديريات محافظة شبوة كما أنه كذلك يربط ما بين محافظات شبوة والعديد من المحافظات كان هذا الطريق مدمرا أو معطل تالف لكن الآن وبعد أن بدأت الآليات والفرق الهندسية وكذلك الأشغال العامة في إعادة ترميم وكذلك الزفلتات وهذا الطريق وهذا الطريق الحيوي سيخفف الكثير من المعاناة سيخفف الكثير مما يعانيه المواطن اليمني من أبناء شبوة ومن أبناء مديرية شبوة كذلك سيسهل الحركة ما بين العديد من المديريات كذلك سيخفف من معاناة الأمراض كان الأمراض يتمنقلهم عبر الوسائل التقليدية اليوم بهذا الطريق بيصبح طريق حيوي رئيسي سيخفف الكثير من المعاناة الإنسانية التي كان يتكبدها المواطن اليمني من أبناء شبوة ويسهل الوصول أيضا إلى كافة المناطق شكرا جزيلا لك من تعز مراسل الإخبارية محمد الحذيفي كنت معنا من تعز